بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس كيمية 2-1 معكم معلمتكم العنود الاعتابين ورحب بأستاذ لغة الإشارة أستاذ صالح العوجان بإذن الله اليوم درس الكهروسالبية والقطبية سنأخذ فيه الميل الإلكتروني الكهروسالبية خواص الروابط ونبدأ بالروابط التساهمية القطبية ونكملها في الحصة القادمة بإذن الله إذن نحن في الباب الخامس في الروابط التساهمية وصلنا إلى الدرس الخامس الكهروسالبية والقطبية ماذا تعلمنا في الدرس الماضي؟ تعلمنا أشكال الجزيئات تكلمنا عن نموذج التنافر بين أزواج إلكترونات التكافى وأيضا تحدثنا عن التهجين اليوم بإذن الله سيكون درسنا بعنوان الكهروسالبية والقطبية سنأخذ فيه الميل الإلكتروني والكهروسالبية وخواص الروابط نوع الرابطة والرابط التساهمية القطبية وسنأخذ بعد ذلك القطبية الجزيئية الفكرة الرئيسة في هذا الدرس يعتمد نوع الرابطة الكيميائية على مقدار جذب كل ذرة للإلكترونات في الرابطة ما هي الأهداف؟ الأهداف نصف كيف تستخدم الكهروسالبية لتحديد نوع الرابطة نقارن بين الروابط التساهمية القطبية وغير القطبية والجزيئات القطبية وغير القطبية اليوم سنحقق الهدف الأول وجزء من الهدف الثاني وجزء الآخر من الهدف الثاني سنحققه إن شاء الله في الحصة القادمة وأيضا نحقق الهدف الثالث نعمم خواص المركبات ذات الروابط التساهمية مراجعة المفردات سبق أن أخذنا الكهروسالبية فما مقصود بالكهروسالبية ما هي الكهروسالبية؟ هي المقدرة النسبية للذرة على جذب الإلكترونات الرابط أيهم العناصر سيكون أقوى ويجذب الإلكترونات؟ مفرداتنا الجديدة الرابط التساهمية غير القطبية والرابط التساهمية القطبية تختلف قدرة الناس على سحب الأشياء أسبق أن لعبت لعبة الحبل أي الفريقين فاز إذن بحسب قوة أذرعتهم مثل لعبة شد الحبل كذلك تختلف قدرة الذرات على جذب الإلكترونات في الروابط الكيميائية بعض العناصر قوية جدا وتسحب الإلكترونات وبعض العناصر ضعيفة فلا تستطيع سحب الإلكترونات الميل الإلكتروني والكهروسالبية وخواص الروابط يعتمد نوع الرابط الكيميائية التي تتكون في أثناء التفاعل الكيميائي على قدرة جذب هذه الذرات للإلكترونات الكهروسالبية سبق أن تطرقنا إليها في درس تدرج الخواص العناصر قلنا هي مدى قابلية الذرات على جذب إلكترونات في الرابط الكيميائية ولكن ما المقصود بالميل الإلكتروني؟ ميل إلكتروني ما هو الميل؟ هو مقياس لقابلية الذرة على استقبال الإلكترون كأنها مطار كأنها مطار إذن هي مقياس لقابلية الذرة على استقبال الإلكترون أتذكرون معي درس تدرج الخواص عبر الدورات ماذا يحدث وعبر المجموعات ماذا يحدث؟ بنفس الطريقة سيكون الميل الإلكتروني يزداد الميل الإلكتروني كلما زاد العدد الذري عبر الدورة إذن يزداد تستطيع أن تكمل الجدول الذي بدأت فيه في درس تدرج الخواص بالميل الإلكتروني إذن خلال الدورة يزداد الميل الإلكتروني كلما زاد العدد الذري بالنسبة للمجموعة سيقل كلما زاد العدد الذري عبر المجموعة يقل كلما زاد العدد الذري عبر المجموعة ما هي الكهروسالبية؟ تتذكرونها معي تتراوح قيمها بين 3.98 و 0.7 من يعتلي عرش الجدول الدوري في الكهروسالبية؟ هو الفلور أين يقع الفلور؟ لاحظ معي في المجموعة السابعة عشر كم كهروسالبية الكلور؟ 3.98 وأهل قيمة في الكهروسالبية؟ كم قلنا؟ أربعة أحسنتم أقل العناصر هي السيزيوم والفرنسيوم أين يقعون في الجدول الدوري؟ إنهم بالأسفل هنا أقل العناصر كهروسالبية بقيمة 0.79 و 0.7 على الترتيب لاحظ أنه يتم تعيين قيم الكهروسالبية في حين يتم قياس قيم الميل الإلكتروني في المختبر في المختبر إذن هنا يتم تعيين قيم الكهروسالبية ولكن الميل الإلكتروني يتم قياسها علميا في المختبر بالنسبة للغازات النبيلة والكهروسالبية لاحظ معي في الجدول لم تذكر أرقام لم تذكر أرقام ما السبب؟ ما الذي يميز هذه العناصر؟ هل هي تتفاعل أساساً مع المركبات؟ لا تتفاعل إذن لم يتم تعيين قيم الكهروسالبية للغازات النبيلة لأنها تشكل عدد قليل جداً من المركبات ومع ذلك هناك عنصر الزين يتحد أحياناً مع الذرات ولكن التي لها قيم كهروسالبية عالية مثل الفلور بالنسبة للأنواع الروابط التساهمية أنواع الروابط التساهمية هي نوعين روابط التساهمية قطبية وروابط التساهمية غير قطبية ما هي الروابط التساهمية القطبية؟ الروابط التساهمية القطبية هي الرابط التي تنشأ عندما لا تكون المشاركة بالإلكترونات متساوية معناه أن هناك فرق في الكهروسالبية بعضها العناصر ستكون كهروسالبية قليلة والأخرى ستكون كهروسالبية عالية إذن سنقول هنا أن الرابطة فيها رابطة قطبية إذن لم تكون متساوية وهناك فرق في الكهروسالبية بين الذرات هذا يعطيني استنتاج أنني سأعتمد على جدول الكهروسالبية حتى أحسب الفرق في الكهروسالبية وأحدد هل هي قطبية أم غير قطبية إذن استنتج الآن ما المقصود بالتساهمية غير القطبية إذا كانت هنا غير متساوية معناها هنا ستكون ماذا؟ رابطة تنشأ بحيث يكون الإلكترون منجذب للذرتين بنفس المقدار سبب ذلك هو عدم وجود فرق في الكهروسالبية بين الذرتين معنات هنا ستكون متقاربة أو حتى متساوية إذن هنا أنواع الرابط التساهمية قطبية وغير قطبية القطبية يوجد فرق في الكهروسالبية الغير قطبية لا يوجد فرق في الكهروسالبية نوع الرابطة لا يمكن أن تكون الرابطة الكيميائية بين الذرات المختلفة رابطة أيونية أو تساهمية بالكامل أحيانا يدخل فيها جزء من هذا وهذا يعتمد نوع الرابطة على مقدار قوة جد بالذرات لإلكترونات الرابطة لاحظ معي إذا كان فرق الكهروسالبية أكبر من 1.7 معناها أنها أيونية غالبا لم يقل قطعين قال غالبا إذن أكبر القيمة هنا ستكون أكبر من 1.7 إذن سأقول أيونية غالبا إذن سأعود للجدول الكهروسالبية وأقوم بالحساب حتى أحدد هل هي أيونية أم لا إذا كانت القيمة ما بين 0.4 و 1.7 ستكون تساهمية قطبية إذا كانت القيمة هنا أقل من 0.4 إذن ستكون تساهمية غالبا وإذا كانت 0 إذن هي تساهمية غير قطبية مثل مثلا بين الهيدروجين والهيدروجين نفس قيمة الكهروسالبية إذن القيمة هنا 0 إذن سأقول أنها غير قطبية من خلال الجدول نستطيع توقع نوع الروابط باستعمال فرق الكهروسالبية بين العناصر المكونة للرابطة أولا الرابطة التساهمية غير القطبية أو أسميها كذلك التساهمية النقية النقية لا يوجد فرق في الكهروسالبية كيف ذلك؟ يكون فرق الكهروسالبية لإلكترونات الرابطة بين ذرتين متماثلتين تساوي صفرا يعني هذا أن الإلكترونات موزعة بالتساوي بين الذرتين فقوة الجذب قوة الميل سيكون متساوي بالتالي ستكون الرابطة تساهمية غير قطبية كذلك أسميها تساهمية نقية في المقابل بعض العناصر المختلفة لها قيم كهروسالبية مختلفة لذا بما أن الكهروسالبية مختلفة هل سيكون التوزيع بالتساوي؟ لا لذا لا يتوزع زوج الإلكترونات الرابطة التساهمية بين ذرات العناصر المختلفة بالتساوي لعبة شد الحبل بنفس الطريقة هنا شد الرابطة شد الإلكترونات في الرابطة من سيكون أقوى؟ إذن هذا يعطيني تفسير لمعنى الرابطة التساهمية القطبية هي الرابطة التي تنشى عندما لا تكون المشاركة بالإلكترونات متساوية معنى ذلك أن هناك فرق في الكهروسالبية بين الذرات معنى ذلك أيضا أن ذلك يؤدي إلى أنها ستتكون رابطة آيونية ستتكون رابطة آيونية أحيانا تكون الرابطة غير واضحة ما إذا كانت آيونية أو تساهمية إذا كان الفرق في الكهروسالبية 1.7 يعني أن الرابطة 50% آيونية و50% تساهمية إذن ستكون بالمنتصف بينهم 50% و50% عادة تتكون الرابطة الآيونية عندما يكون فرق الكهروسالبية أكبر من 1.7 لاحظ معي تتكون الرابطة الآيونية عندما يكون فرق الكهروسالبية أكبر من 1.7 لنلاحظ الآن الشكل 21.5 لديك في الكتاب المدرسي يلخص مدى الترابط الكيميائي بين الذرتين ما نسبة الصفة الآيونية في الرابطة التي تنتج عن اتحاد ذرتين فرق الكهروسالبية بينهما 2 لاحظ معي أين موقع الاثنان في الفرق الكهروسالبية لاحظ معي انتبه الآن للخط الأحمر هنا 2 إذن كم سيكون؟ كم ستكون القيمة؟ طبعا هنا التقسيم 0, 25, 50, 75 تقريبا في النقطة هذه ستكون تقريبا 60% 60% لاحظ أنه القال 2 إذن أسحب خط إلى فوق ثم إلى اليمين حتى أستخرج القيمة السؤال الثاني في هذا الشكل أين سيكون مكان LIBR على الرسم البياني؟ كيف سأحدد بروميد الليثيوم؟ لابد أن أعود لجدول الكهروسالبية حتى أستخرج كهروسالبية البروم بروميد الليثيوم بروميد الليثيوم لابد أن أعود إلى الجدول حتى أستخرج الكهروسالبية للبروم وأستخرج الكهروسالبية للليثيوم ثم أوجد الفرق بين الذرتين لاحظ معي ستكون عن يسار الـ N-A-B-R كيف حسبت ذلك؟ سأكتب كهروسالبية البروم 2.96 ناقص 0.98 ستكون القيمة 1.98 أين هو الـ 1.98؟ قبل الـ 2 تقريبا إذن سيكون الـ L-I-B-R عن يسار الـ N-A-B-R هنا عن يسار إذن سيكون هنا حدد نسبة الأيونية لأكسيد الكالسيوم حدد نسبة الأيونية لأكسيد الكالسيوم أين هو الأكسيد الكالسيوم؟ هذا هو موقع أكسيد الكالسيوم إذن لاحظ الخط أين سيكون هنا أكسيد الكالسيوم إذن أين سيكون كم النسبة تقريبا قبل 75 تقريبا 74% إذن نعيد هنا لابد أن نستخرج أرقام الكهروسالبية من الجدول ونوجد الفرق حتى نوجد مكانه أين موجود ماذا قرأت؟ حلل ما نسبة الصفة الآيونية في رابطة تساهمية نقية في رابطة تساهمية نقية كم القيمة ستكون؟ صفر أحسنتم إذن هذا هو الشكل لدينا شكل 21 أربعة يوضح الرسم البياني أن فرق الكهروسالبية بين الذرات المترابطة يحدد نسبة الصفة الآيونية في الرابطة تكون الرابطة آيونية إذا كانت نسبة الآيونية فيها 50% ننتقل الآن إلى الروابط التساهمية القطبية تتكون الروابط التساهمية القطبية نتيجة عدم جذب الذرات لإلكترونات الرابطة المشتركة بالقوة نفسها لعبة تشد الحبل بعض الأشخاص أقوية أكثر من أشخاص آخرين بنفس الطريقة هنا عندما تتكون الرابطة القطبية تسحب لاحظ معي تسحب أزواج الإلكترونات المشتركة في اتجاه أحد الذرات لذا تمضي الإلكترونات وقت أطول لاحظ معي هنا لاحظ معي هنا لاحظ هنا الإشارة لاحظ والفرق بين لاحظ معي هنا بين الكلور والهيدروجين الكلور 3.16 والهيدروجين 2.2 القيمة بينهم 0.96 من أعلى الكلور أحسنتم إذن الإلكترونات ستمضي وقت أطول نحو الكلور في هذا المثال وينتج عن ذلك شحنة جزئية عند نهايتي الرابطة لاحظ هذه الشحنة الجزئية انظر كيف هي مكتوبة ونضع إشارة سالبة دليل على أنها موجودة حول الكلور هنا نضع إشارة موجبة دليل على أنها موجودة حول الهيدروجين إذن هذه شحنة جزئية سالبة وهذه هي شحنة جزئية موجبة يستخدم الحرف الإغريقي هذا ليمثل الشحنة الجزئية في الرابطة التساهمية القطبية إذا كان عليه إشارة سالبة معناه شحنة جزئية سالبة إذا كان عليه إشارة موجبة معناه شحنة جزئية موجبة تضاف هذه الشحنات الجزئية الموجبة هو السالبة إلى الشكل الجزئي لماذا؟ لتوضيح ماذا؟ توضيح القطبية هل هي موجبة أم سالبة أيهم أكثر معي إذن تضاف هذه الأشكال لتوضيح قطبية الرابطة التساهمية الرابطة القطبية ثنائية القطب ثنائية القطب معناها جزء موجب جزء سالب إذن هي شحنة جزئية سالبة عند طرف الذرة ذات الكهروسالبية الأكثر شحنة جزئية سالبة عند طرف الذرة ذات الكهروسالبية الأكبر وشحنة جزئية موجبة عند طرف الذرة ذات الكهروسالبية الأقل لاحظ هنا لم يحدد موجب أو سالب لم يحدد أحيانا تكون ثنائية القط بين أساسا جزئين سالبين بين جزئين سالبين ولكن الجزء مثلا بين الأكسجين مثلا والفلور هنا جزئين سالبين ولكن الفلور أعلى سالبية من الأكسجين إذن هنا نقول أنه ثنائي القط فلم يحدد بالذات أنها موجبة موجبة لا قال شحنة جزئية موجبة عند الطرف ذات الكهروسالبية الأقل فلم يحدد أنها موجبة دائما قد يكون أحيانا الرابطة مثلا بين الكلور والفلور الفلور أعلى سالبية من الكلور إذن ستكون الجزء الشحنة السالبة على الفلور والكلور ستكون الشحنة الجزئية الموجبة لأنه أقل في الكهروسالبية إذن هذه هي تعريف الرابطة القطبية ثنائية القطب الروابط التساهمية تحدد لي بها ثلاثة أشياء القطبية الجزائية والقطبية وشكل الجزائي وقابلية ذوبان الجزائيات القطبية اليوم سنبدأ في القطبية الجزائية في الحصة القادمة سنكمل بإذن الله القطبية وشكل الجزائي وقابلية ذوبان الجزائيات القطبية القطبية الجزائية يعتمد نوع الرابطة على مكان وطبيعة الروابط التساهمية في الجزائي مكان لاحظ معي مكان وطبيعة الروابط التساهمية في الجزائي الجزائيات ذات الروابط التساهمية القطبية والجزائيات ذات الروابط التساهمية غير القطبية إذن عندي نوعان من الجزائيات جزائيات فيها الروابط التساهمية القطبية وجزائيات فيها الروابط التساهمية غير قطبية إذن جزائيات قطبية وجزائيات غير قطبية أولا في الجزائيات ذات الروابط التساهمية القطبية تكون الكثافة الإلكترونية غير متساوية بمأنها قطبية بنفس النظام مثل قبل قليل في الروابط التساهمية إذن غير متساوية عند الطرفين ينتج عن ذلك تأثر الجزئات القطبية بالمجال الكهربائي والانتظام داخله إذن تأثرت بالمجال الكهربائي عندما تتأثر بالمجال الكهربائي تنجذب للمجال الكهربائي بسبب ثنائية الأقطاب لها شحنات جزئية عند أطرافها هذا واحد بالنسبة لي الجزئيات ذات الروابط التسهمية غير القطبية لاحظ معي غير القطبية هل ستنجذب أساساً هل يوجد موجب أو سالب أو شحنة جزئية موجب أو شحنة جزئية سالبة لا إذن لن تنجذب للمجال الكهربائي إذن هذا هو الفرق في الجزئيات ذات الروابط التسهمية ستنجذب للمجال الكهربائي في الجزئيات ذات الروابط التسعومية غير القطبية لن تنجذب للمجال الكهربائي ما السبب؟ لأن هنا ثنائية الأقطاب وهنا غير ثنائية الأقطاب التقويم كيف يؤثر الفرق في الكهروسالبية في خواص الرابطة؟ كلما زاد الفرق في الكهروسالبية أصبحت الخواص الأيونية أكثر وزادت في الرابطة توقع نوع الرابطة التي ستتكون بين أزواج الذرات الآتية بين الهيدروجين والكبريت طبعا ستعود للجدول وتحسب الفرق بين الكبريت والهيدروجين سيصبح الناتج وتعود للجدول الآخر للأرقام أكبر من أو أصغر من سيعطيني غالبا تساهمية الكربان والهيدروجين غالبا تساهمية الصوديوم والكبريت آيونية لأن هنا فرق في الكهروسالبية إذن ماذا تعلمنا اليوم؟ تعلمنا الميل الإلكتروني والكهروسالبية وخواص الرابط نوع الرابطة والرابطة التساهمية القطبية والقطبية الجزائية نشاط منزلي صنف أنواع الروابط مستخدم من الفرق في الكهروسالبية ما هي أنواع الروابط مستخدم من الفرق في الكهروسالبية؟ إذن ستصنفها إلى جزئين ما هما روابط تساهمية قطبية أحسنتم وغير قطبية إذن إلى هنا نصل أعزائي الطلاب لنهاية الدرسنا لهذا اليوم شكرا لكم لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته